الحرب على غزة إسرائيل تتعهد بمواصلة الحرب حتى نهاية وإبادة حركة حماس رغم تصاعد الضغوط الدولية بما في ذلك من حليفتها الولايات المتحدة جراء سقوط مزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو في أشد انتقاد يوجه له منذ بطء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي من أن إسرائيل بصدد خسارة ما وصفه بالدعم الدولي لحربها ضد حماس بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة ويحل اليوم بإسرائيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سليفان للقاء نتنياهو الذي أقر بوجود خلاف مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الرهنة وقال سليفان في مقابلة مع صحيفة وولستريت جورنال من الواضح أن نساء تناول مسألة الجدول الزمني لاستمرار العملية العسكرية المكثفة وكيف ينظرون مقترحان الانتقال إلى مرحلة مختلفة ويتعلق أكبر الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بما سيحدث بعد الحرب تشدد واشنطن على أحياء حل الدولتين وهو ما ترفضه إسرائيل وأكد أسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس أو فصائل أخرى عبارة عن وهم وقال في خطاب متلفز نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تؤدي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع وصولا إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس متابع تعليق نظير مجلي خبير الشؤون الإسرائيلية من الناصرة أولا للتعبير عن التأييد لإسرائيل ثانيا لتقييد أيدي إسرائيل حتى لا تبالغ في ممارساتها هناك كما هو معروف كانت خطط لا تقل بشعة عن الدمار الكارثي الذي تحدثه في قطاع غزة الولايات المتحدة تحاول أن تخفف من الضغط الإسرائيلي على السكان في غزة بتغيير قواعد الحرب وانسحاب جزئي من القطاع واستبدال الأسلوب الذي تتبعه إسرائيل الآن بأسلوب آخر ينطوي على عمليات عينية جراحية موضعية في مناطق محددة وليس هذا الاشتياح الشامل الولايات المتحدة تحاول أن تضع قواعد مختلفة ولكن بالطبع هناك في اليمين الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية وتوجد حسابات أخرى يختلفون مع الولايات المتحدة في هذه القواعد يختلفون حول ماذا سيكون في قطاع غزة بعد هذه الحرب ونتنياهو لا يتردد في أن يعلن هذا الصراع علنا وهذا الخلاف ويفجر خلافات إضافية حتى لدرجة أنهم حتى إسرائيليون يقولون نتنياهو يعض اليد التي امتدت إليه ترجمة نانسي قنقر